اكدت سعدة السيدة امنى بنت احمد رميحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ان قرار اصدار الاشتراطات التنظيمية في مناطق المشروعات الاسكانية والدليل المنظمة لها يسهم في امكانية التوسع في المساحات البنائية للوحدات الاسكانية والقسائم السكنية واوضحت سعدة الوزيرة بان الهدف من الاشتراطات التنظيمية هو تعزيز استفادة المواطنين من فرص الامتداد والتوسع ضمن محيط الوحدات الاسكانية صعيا لمعالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة والعمل على تحويلها الى تعديلات قانونية تبعا للاشتراطات التنظيمية والتي يتم تطبيقها على جميع الوحدات السكنية والقسائم والعمارات الخاضعة لوزارة الاسكان والتخطيط العمراني واكدت سعادتها ان الاشتراطات التنظيمية جاءت استجابة للتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد دراسة حالات عديدة وردت للوزارة ومقترحات المواطنين من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل واشارت الوزير الرميحي اشارت الى ان اصدار قرار الاشتراطات التنظيمية مكمل للقرار رقم 93 لسنة 2023 باصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين تأكيدا على المسئولية المشتركة تجاه الاسرة البحرينية ومن منطلق الارتقاء بالمناطق والمشاريع الاسكانية جاءت موافقة مجلس الوزراء على مذكرة سعادة وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني حول مشروع قرار بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير في مناطق المشروعات الاسكانية من اجل المساهمة في التوسع في المساحات البنائية للوحدات والقسائم السكانية وتنظيم اشتراطات مناطق العمارات الاسكانية اضافة الى المناطق الاسكانية التي لم يتم بعد تحديد معالمها وفي الجريدة الرسمية اتضحت تفاصيل هذه التعديلات التي تهدف الى تعظيم استفادة المواطنين من فرص الامتداد والتوسع ضمن محيط الوحدات الاسكانية سعيا لمعالجة عدد من مخالفات البناء المتكررة والعمل على تحويلها الى تعديلات قانونية تبعا لاشتراطات تنظيمية يتم تطبيقها على جميع الوحدات السكانية والقسائم والامارات الخضيعة لوزارة الاسكان واول هذه الاشتراطات التنظيمية ارتبطت بمناطق الوحدات السكانية بينما ارتبطت الاشتراطات التنظيمية الاخرى بالقسائم الاسكانية واتت هذه الاشتراطات باعتبار هذا الخيار الاسكاني تم توسع به مؤخرا ضمن خدمة القسائم الاسكانية المقدمة من قبل الوزارة ويعود الاساس لاصدار هذه الاشتراطات هو الاستجابة للتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشرعية بعد دراسة حالات عديدة وردت للوزارة ومقترحات المواطنين من خلال النظام الوطني للشكاوى والمقترحات تواصل وكذلك مكاتب اصحاب السعادة النواب والمجالس البلدية حيث تمت دراسة الملاحظات من قبل فريق عمل حكومي موحد من وزارة الاسكان والتخطيط العمراني ووزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة التخطيط العمراني